مدينة الموصل بما تحمله من إرث حضاري كبير تشتهر بوجود العديد من الأسواق التي تعطي للمدينة طابعها الخاص ومن بينها سوق السمك في الميدان الذي يتميز عن بقية الأسواق باختصاصه منذ عشرات السنين ببيع السمك بمختلف أنواعه أنواع السمك حاليا عندنا شبوت البيز أرقى أنواع السمك يعني العالم تفضل وتأخذه هبر صافي وقلي يأكلوه وأكو كيلوين كيلوين النوص يساووه شوي بكيف يريد يعني يأكو برزة 40 50 كيلو 60 وعدنا السمتي حاليا يعني الماشي بالسوق الكيلو مالو بتسعة ألاف حي بالموع يسبع وعدنا الجري الفين ونوص الفين الف ونوص السمك عيجينا حاليا مثلا هذا السلفر مع الأحواف السمتي مع الأحواف أزدوا السمك مع الأحواف الجري من بغداد للجنوب وسبقنا عندنا سبق مع الموصل بس قليل ويقول أهالي الموصل أن سوق الميدان في الجانب الأيمن تأثر بالأحداث العاصفة التي مرت بها المدينة وبالجفاف الذي تسبب بانقراض العديد من الأنواع الجيدة ما دفع باعة السمك إلى جلب أنواع أخرى من خارج محافظة نينوى السماكة أكثر من الميدان والميدان تهجرت يعني السماكة أكثر من تهجروا ليس لا عندهم مكان يبعدون بيها ويشكونون بيها ليس تهبيتنا كلها راحت ومكسرها حاليا ماكو اسماكة الموصل قليلة يعني كان قبل تشتريها باسماك بالموصل الشبوت والسمتي والقطان والشصان والعثري هاي الموصل اسماك كان كثير يعني تشتريها بشكل حسا حاليا بسبب يعني خفاظ المي وقلتنا اسماك بالموصل يعني عامة يعني بخفاظ المي عندنا الشبوت والقطان بس هذا الشبوت والقطان شوية قرض سبب أقلة المياه عندنا كان قبل عندنا الشبوط، القطان، البيز، البني هاي النواع من الدنبوغ، ما دنبوغ، باسماعيل، الزولي، لبخريزة هالساعة كنا تقريباً من قرضات سوق الميدان واحد من أسواق الموصل التي تميز هويتها بما تملكه من طابع سري وقيمة اقتصادية وتجارية فضلاً عن رمزيتها التاريخية التي أعطت للموصل شهرتها وأكسبتها تفرداً رغم ما مرت به من محن وأزمات